السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحب الكرام حديثنا اليوم عن التأمل في نعمة الطعام وقد اكرمنا الله عز وجل هذه الايام بامطار الخير نحمده تعالى ونشكره ان صب علينا الماء صبا من السماء وامتلأت الانهار والابار والارض شعرت بانها قد ارتوت بعد عطش بعيد والانعام والدواب كلها تحمد المولى عز وجل على هذه النعم وهذه مناسبة ايها الاحب الكرام ان نتحدث عن التأمل في نعمة الطعام يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا وشأقنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات ان يتأملوا في عطاء الله بعد ان امرنا الله تعالى بالتأمل في ملكوت السماوات والارض في النجوم والكواكب والبحار والاشجار وكل ما تزخر به هذه الارض وهذا الكون ربنا نبهنا على ان ننسى اذا وضع بين ايدينا مائدة فيها طعام وشراب قبل ان نمد ايدينا الى هذه النعم علينا ان نتوقفه نيهة ونتأمل هذا الطعام ما هي المراحل والاطوار التي مر بها ومن هم المتدخلين الذين تدخلوا في ايجاده وصنعه حتى وصل الينا فنأكله سائغا لديدا طيبا دعوة للتأمل الحق عز وجل يقول ايها الانسان فلينظر الانسان الى طعامه قبل ان تمد يدك الى المائدة تأمل اول شيء هذا الطعام ايدي اتى قبل ان يكون ربنا سبحانه وتعالى قال انا صبابنا الماء صبا الله عز وجل سوف يأمر الرياح ويأمر السحاب ويأمر اعداد كبيرة من الطاقات الكونية ان تتحرك لكي ينزل الماء من السماء انا صبابنا الماء صبا نزل الغيت بغزارة ووفرة لا احد من البشر يستطيع ان يأتي بالمطر رأينا ايام الجفاف وايام القحط كيف ان الناس بدأوا يضربون اخماس باسداس لا احد حتى الدول العظمى والدول التي تدعي القوة وتدعي الغنى ما استطاعت ان تفعل شيئا حتى شاء المولى عز وجل وامر السماء فامطرت علينا غيثا ان صبابنا الماء صبا ثم شأقنا الارض شقا الله عز وجل برحمته يأمر هذه الارض فتليم ويملأها بالمواد الكيموية والعضوية ويجعل العلاقة الزوجية بين الماء والطين شأقنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة اول شيء ربنا عز وجل يكرم به الانسان هو الحب فيه القمح والشعير والذرى والعدس وفيه الارز وغيرها لماذا ذكره الله اولا لانه الضروري جدا للحياة لا يمكن لحياة الانسان فوق الارض ان تكتمل بدون هذا الحب ان شقنا ارض شقا فانبتنا منها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلع ذكر اربع انواع من النباتات لانها المنتشرة ولان الحياة تطيب بها العنب وما فيه من انواع واشكال والقضب ونوع ايضا من النباتات الطيبة وزيتونا ونخلع الزيتون يعطينا زيت الزيتون والنخل يعطينا التمور هذه مواد مهمة للغاية لان الانسان لا يستطيع ان يحيي حياة طبيعية وسليمة بدون هذه التغذية المتكاملة المذكورة في كتاب الله عز وجل ونتأمل كيف ان بلادنا المغرب ولله الحمد والمنا اعطاها الله تعالى من القدرات والمدخرات ما فيه الكفاية لنا فالمغرب الحمد المعروف بزيت الزيتون ومعروف بالنخيل والتمور وحينما يحل موسم الحصاد لهذه المواد تكون الحياة زاهية حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبة يعني بستين كثيرا خلقها الله تعالى وجملها وزينها وجعل في خدمة البشر وبستين الى ان قال سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا الفاكهة فيها اشكال والوان الفاكهة ايها الاحباب الكرام قد تكون من التين وتكون من الرمان وتكون من الخوخ ومن الموز وغيرغة من انواع الفواكه فالانسان اذا اكل الخضروات واذا اكل اللحوم يحتاج ايضا الى الفواكه قال وفاكهة وأبا ما معنى أبا أبا هو ما يقولون الانعام يعني من التبن بقايا بقايا الخضروات بقايا الفواكه بقايا القمح وبقايا القطاني كلها من يحتاج اليها الحيوانات لأنها ايضا تعيش معنا وتأكل متاعا لكم ولأنعامكم فالكل يأكل لاحظوا بان هذا الامطار ذي الخير التي اكرنا بها الله عز وجل رأى من بين المخلوقات التي بها تستنزل الرحمة هم هؤلاء الأنعام حتى جاء في الحديث النبوي الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا البغائم الرتع والشيوخ الركع والأطفال الرضع ما سققكم الله قطرة ما فنحن إذا كنا نفرط ونغفل أو قد نظلم ونسيء وربنا قد يغضب علينا ومع ذلك فإن رحمة الله شاملة وواسعة كندوزو في وجوه هؤلاء المخلوقات البغائم الرتع بغائم عجماء بكماء لا تدري شيئا غير مكلفة كيف تحرم من الطعام والشراب والشيوخ الركع كبار السم الذين زهدوا في الدنيا وكل وقتهم في الدكر والخضوع لجلال الله وهيبة الرحمن والأطفال الرضع الذين حديثوا عهد بالولادة ما أدنبوا وما أخطأوا فمن أجلهم ربنا أكرمنا بأمطار الخير والبركات لهذا أيها الأحباب الكرام ربنا سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أي المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يأكل الطعام قبل أن يمد يده إلى قطعة خبز مثلا تخيل بأن هذه القطعة من الخبز كانت في الأول عبارة عن قمحة وقبل أن تكون قمحة كانت عبارة عن مادة زراعية بسيطة أمر الله سبحانه وتعالى الرياح أن تهب شرقية شمالية غربية جنوبية ثم أمر الله تعالى السحب ربما قادم من بلاد بعيدة تجاوزتها وجاءت إلى أرضنا وإلى سمائنا ومن ثم أمر الله تعالى أن تمطر فتقع هذه القطرات على الأرض ويقع التزاوج والإخصاب هذه الحبة تنمو وتكبر حتى سارت خضراء ثم حملت الكثير من الحب معها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ثم بدأت تسفر ثم يأتي موسم الحصاد فيكلف الله تعالى الزارع الذي يقوم بعمية الحصاد ثم بدلك يأمر الله تعالى فيحمل هذا القمح إلى المطحنة ويطحن وتساهم فيه أياد كثيرة ثم بعد ذلك يباع من سوق إلى سوق من سوق إلى سوق إلى أن يصل إلى مخبزة وتقوم امرأة حادقة تقوم بعملية العجين ثم عملية الطبخ ثم يباع على صعيد المخبزات وتأتي أنت بدراهم معدودات وتقتني هذا الخبز ثم أنت يأتيك فوق المائدة قبل أن تمد يدك فوق المائدة تذكر المراحل والأطوار التي مر بها هذا الخير وقص على ذلك جميع أنواع الأطعمة والأشربة حتى الشراب أنت لما يضع بين يدك قنينة ماء طبيعي تأمل بأن هذا الماء كان في الأول ملحا أجاجة ثم صار عذبا فراطا ثم شاءت قدرة الله تعالى أن جعل السحاب والأمطار والشمس والتبخر ومر بمراحل وأطوار وتسويق وتعليب إلى أن وصل إليك عذبا طريجة نعمة عظيمة لهذا ربنا عز وجل يقول عن هذه النعم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كل هذا نعمة تلو النعمة مسخرة للإنسان فكيف أن الله تعالى سخر الأبار وشق العيون والأنهار وأنزل الأمطار وقال وما أنتم له بخازنين علينا أن نستطمر هذه الخيرات ونستفيد منها ونوزعها على أكبر قدر من الناس هذا الأمر أيها الأحباب والكرام أيضا ينطبق على الشراب وما أكثره خذ مثلا لما تشرب كأس حليب كأس حليب تشربه ما هي المراحل والأطوار التي مر بها لقد كان عبارة عن أب عن تبن وأكلته الأبقار وكان لا قيمة له التبن لا قيمة له لكنه لما يدخل إلى فم البقرة وهي عبارة عن معمل صناعي متحرك حي من عند الله عز وجل ويدخل إلى الفرط وإلى الدم ثم يخرج منها مليئا بالفيتامينات والبروتينات والفوسفور والحديد والكثير من المغديات لهذا ربنا عز وجل يقول تأمل أيها الإنسان وإن لكم في الأنعام لا عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خير عظيم يأتينا من عند الرحمن كل هذا يدعونا جميعا أن نشكر المولى عز وجل نشكره لماذا ربنا يلفت أنظرنا إلى نعمة الطعام والشراب ونحن ينبغي أن نأكل ثلاث مرات في اليوم ثلاث وجبات إفطار وغداء وعشاء لأن الطعام هو الطاقة التي تمد الجسم بالحيوية حتى يتحرك ويعمل وينتج ويعبد الرحمن سبحانه وتعالى فعلينا أن عند كل وجب الطعام أن نتوقف قليلا لكي نشكر الله عز وجل وكل الأديان عندهم أديل تعاليم حتى اليهود وحتى النصارى عندهم طقوس غريبة إذا جاء وقت المائدة والطعام عندهم دعاء طويل وعريض مرات جلست في مائدة فيها يهود وفيها نصارى وقبل أن يأكلوا يطيلون الدعاء دعاء طويل قبل أن يمد أيديم أسر أسر متدينة محافظة من الأديان الأخرى لكن نحن ولله الحمد والمين أهل الإسلام معشر أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يسر قلت قبل أن تأكل تأمل فقط تأمل هناك ثم قل بسم الله قل بسم الله وكل وحينما تأكل قل الحمد لله الذي رزقنا هذا الطعام ببساطة لكن في أديان أخرى هناك هناك وقت طويل للدعاء لكي يأكلوا وقد يبرد الطعام وقد تكون المدة الفصلة كبيرة جدا تتألم فيها الأمعاء رحمة الإسلام إذا وضع الطعام قل بسم الله وكل وهذه النعم هي باقية لأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا كل يوم مائدة من السماء كل يوم إذا كان المسيحيون مع عدي ييسى بن مريم دعوا ربنا أن ينزل عليهم مائدة من السماء فالواقع أن الله تعالى كل يوم ينزل موائد من السماء على كل البشر يعطي للجميع يعطي للجميع خيرات كثيرة لذا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه من هو هذا الإنسان قالوا المؤمن المؤمن ينبغي أن ينظر ليشكر وقالوا أيضا غير المؤمن قد يكون كافر أو ملحد عليه أن ينظر كيف أن الله يدبر هذا الطعام كيف يدبر إدخاله وإخراجه تصور كتأكل الطعام من الفم وربنا يسهل عليك الهضم واللقمة ثم أيضا بعد أن يستفيد منه الأمعاء والبطن يتم إخراجه وهي أيضا رحمة أخرى من رحمة الله تعالى لا يدركها إلا من كان مصابا بأمراض معضلة في المعدة ويعسر عليه الإخراج والعياد بالله نقول هذا الكلام أيها الأحباب الكرام بالمناسبة وهي أن أمطار الخير التي عمت على بلادنا الأمينة أمطار طيبة مباركة أعادة الفرحة والسرور إلى قلوب الفلاحين والمزارعين وإلى قلوب كل الناس وبهذا تسقط تلك النظريات المخيفة التي لطالما سمعناها في الأسابيع الماضية بأن هناك عملية تسحر وقل في الموارد الطبيعية وسيكون هناك مجاعة وهناك دول عظمى بدأت تأمر مواطنها بالإدخار للمواد الأساسية كل هذا السياسات لبعض الفئات وإلا فإن رحمة الله واسعة وكرم الله تعالى كثير وأمنا الأرض معطاءة ربنا جعلها كثيرة الوفرة وكثيرة العطاء سبحانه وتعالى مادم هناك أناس صالحون مثلكم يعبدون الله تعالى ويسجدون لهيبة دالجلال والإكرام فإن الخير كثير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا أكلنا الطعام أننا لكي نستفيد منه أولا أن ننظر إليه ونتأمل أولا لهنيها قبل أن تأكل ثم قل بسم الله الذي رزقنا هذا الله مرزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار إذا كان مطبوخ على النار ثم بعد ذلك تبدأ بالطعام فأمرنا قبل أن نمد أيدينا الطعام أن نغسل لابد من الغسل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني غسل اليدين قبل أن نأكل وغسلهما بعد أن نأكل ثم لما نأكل هذا الطعام علينا أننا أننا نأكل من الجانب الذي هو في حيزنا لا ينبغي للإنسان أن يمد يده إلى الآخرين ولا ينبغي له أن يقفز من هنا وهناك هذا عيب ولهذا قال عمر ابن أبي سلمة لما قال كنت صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكل مع جماعة من الصحابة وأكل من هنا وهناك فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ولا تنظر في لقمة أخيك أداب الطعام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأكل الإنسان منفردا إذا كان هناك قابلية للإجتماع كان أفضل لأن الطعام بالمفرد لا يكون إلا إذا كنت وحيدا أما إذا كان هناك إمكانية للتجمع كان أفضل لماذا؟ لأن فيه البركة هناك بركة التجمع بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع قال لعلكم لا تسمون الله سموا الله بغي تأكل سمي الله وكل مجتمعين لا تأكلوا فرادة الطريقة الغربية الآن شاكامبوس وإيديو بورتوس كتخلي كل واحد عنده طبقه المفرد لا في المنظور الإسلامي الطعام المشترك فيه بركة وهذا معروف حتى عند الأديان السابقة المتأمل في الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإبراهيمية كان دائما هناك الطعام مع الجماعة الطعام المنفرد هذا شيء حديث جاء مع الحركة العلمانية ومع الحرية الفرضية وإلا فإن الطعام يمغي أن يكون جماعة فيه بركة وكذلك إذا أكلنا أيها الأحباب الكرام علينا أن نمضغ أن نمضغ لأن أمر بذلك يعني أن تصغر اللقمة وتأكلها وتمضغها ولا تأخذ لقمة تانية حتى تبتلع اللقمة الأولى حتى ينتفع الجسم بهذا الخير كذلك ونحن نأكل لابد أن يكون باليميم وليس بالشمال والأكل باليد خير من الشوكة ثم كان النبي الكريم يأكل بثلاث أصابع ثلاث أصابع ويلعق أصابعه عند الطعام وكان صلى الله عليه وسلم من سنته الطاهرة أنه حينما يأكل طعاماً كان دائماً وهو يأكل يتحدث لأن الكلام أثناء الطعام فيه عملية هضم وتحريك للحنك وفيه نوع من التريت أداب كثيرة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل وفيها بركة وفيها تسير وحينما ينتهي يحمد المولى عز وجل يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفل الطعام يعني ما تبقى من الطعام هناك بقايا الطعام يقول هذا العقه لعل فيه البركة آخر الطعام يلعقه ويأكله فيه بركة وكان دوماً صلى الله عليه وسلم يلفت بأن هذا الطعام ما وصلنا إلا برحمة الله وبركاته علينا أن نشكر ولا إن شكرتم لنزيدنكم وهذا الشكر للطعام هو عند كل الأديان الأديان السابقة التي كانت على الحق من اليهودية والنصرانية في عهد موسى عليه السلام وفي عهد المسيح عليه السلام كلها كانت تشكر وقد حكى لنا القرآن الكريم الكثير عنها منها لما دخل زكرياء على مريم العذراء وجد طعام وفير عندها كلما دخل عليها زكرياء وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يرزق كثير الكثير بغير حساب ودائماً السيدة مريم العذراء كانت تنسب الطعام لله كلما دخل عليها زكرياء المحرب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا من شكتشي قالت هو من عند الله لم تقل بعبادتي ولا بصلاحي ولا بتدبير فلان من عند الله تنسبه إلى الله وكلما نسب العبد النعمة إلى خالقه زاده الله من فضله ومنه لهذا نقول أيها الأحبة الكرام جميع الإنضارات والتخوفات نسمعها هنا وهناك بأن الكوكب الأرضي مقبل على جفاف وتصحر وندرة في الطعام هذا كلام لا يخلو من عمل سياسي إيديولوجي وإلا فإن رحمة الله الواسعة كثيرة 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 جداً وهذه الرحمة تزداد وتتكاطر وتتنامى كلما شكرنا الله نرجو المدد دائماً العباد يقول مدد مدد يا الله مدد مدد يا الله وعندنا مفتاح عظيم للاكتار من المدد ما هو؟ هو الاكتار من الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب المدد من الله ونصلي على النبي المختار ومن تم سوف نرى العجائب وسوف نرى الخيرات وسوف نرى البركات فاللهم يا رب زدنا من فضلك ولا تنقصنا اللهم أكرمنا اللهم يا رب العالمين احفظ هذا البلد الأمين واجعله آمناً طيباً مباركا وارزقنا رزقاً حسناً وزدنا من فضلك والتلقصنا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة